السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعي قناة أحمد الداودي أخوتي العزاء قبل ما تشوف الفيديو نرجو منك الاشتراك بقناة التليجرام الموجود رابطه أسفل الفيديو وأيضا اشتراك بقناة اليوتيوب والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات نبدو إياكم بتفاصيل الخبر بعد هذا الفاصل فابقوا معنا نتمنى منكم الاشتراك بقناة التليجرام الموجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف ننشر على قناة التليجرام الأخبار العاجلة والتربوية وأسئلة ومرشحات وكل ما يخص الدوائر الخدمية أولا بأول فلا تنسى قبل ما تشوف الفيديو الاشتراك بقناة التليجرام إطلاق استمارة المنحة الطارئة للعوائل المتضررة جراء حظر التجوال وبسبب انتشار الفيروس تعرف على التفاصيل من هم المشمولين وكيفية التقديم نبدأ إياكم أول شيء بالمختصر ومن ثم بتفاصيل الخبر تبقى عليكم أن تشوفونا من خلال الرابط المدون الموجود أسفل الفيديو للي حب يعرف التفاصيل لكن إحنا نسوي أكمل شيء فقط مختصر عن تقديم الاستمارة ومنهم المشمولين وكيف تقدم على الاستمارة هو منطيق تعليمات أول ما أنت راح تضغط على الرابط الموجود أسفل المقال أول ما تضغط عليه راح تطلع لي قائمة بها التعليمات وبالأخير يقول لك أوافق أو لا أوافق طبعا أنت بعد ما تقتل تعليمات راح تقول له أوافق راح ينقلك على حقل تخلي بها الرقم الهاتف الخاص بيك ولا تخلي أكثر من استمارتين أو ثلاثة برقم واحد ونرجع نغلط نفس الغلطة مال للمنحة الطارئة للعاطلين عن العمل نضع الرقم التليفون الخاص بيك ومن ثم تضغط على إرسال راح تجي إلى الرقم اللي أنت خليته راح يجيك شعار بها الكود تأخذ الكود تنزل على الاستمارة ومن ثم تقول له تأكيد قبل راح تفتح لك الاستمارة الموجودة أمامك عند الضغط عليها راح تطلع لك هاي الاستمارة الموجودة أمامك الاستمارة كل شي ما بيها مجرد أنه تكتب المعلومات اللي أنت تعرفها الاسم الأول والثاني والثالث والرابع والمواليد والمهنة والتحصل الدراسي ومن ثم اسم الأم الثلاثي معلومات تخص البطاقة الوطنية أو الهوية العادية إذا أنت ما عندك بطاقة وطنية بمجرد أنه تغيرها من هنا بطاقة وطنية وإذا تضغط عليه رح يطلع لك البطاقة هوية الأحوال المدنية ومعلومات السكن من خلال بطاقة السكن ومعلومات التموينية والمحلة والزقاق والدار ومن ثم تكتب عدد أفراد الأسرة وتقول لأرسال لأنه بعدد أفراد الأسرة رح يتم احتساب لكل فرد جد وتنجمع وتنصرف إليك المهم تكتب هنا لأعدد ومن ثم ترسله وانتهي الموضوع الاستمارة رح يجيك كود تحتفظ به هو هذا الكود اللي رح تنطي للمكتب أثناء ما تستلم المنحة مثل ما تشوفون قدامكم هالاستمارة تملي بها المعلومات بعد ما تبني المعلومات من تقول له هنا عدد الأفراد ستة مثلا أو خمسة رح ينطيك ست استمارات لكل فرد من الأفراد أيضا لازم تمليها لكل فرد من الأفراد الأسرة لازم تمليها ما عدا أنت اللي مليتها رب الأسرة رح يجي هنا مثلا تقلت ستة وللأطفال الخمسة أو للأطفال الستة حسب عدد الأفراد اللي أنت ضفتهم هاي من بعد ما تملي الاستمارة لرب الأسرة لجهة سهبي المختصر تعليمات المشمولين بالمنحة الطريقة للمتضررين جراء حضر التجوال وكيفية التقديم إليها أولا التقديم لمدة خمسة أيام وعلى مدار الساعة ثانيا التقديم ابتداء من يوم السبت إلى منتصف يوم الخميس 16 نيسان الساعة الثاني عشر ظهرا التقديم لمرة واحدة عبرة رقم الهاتف الشخصي لرب الأسرة وفقا البطاقة التموينية سيكون تقديم متاحا من داخل العراق حصرا خامسا تهيئة الوثائق الشخصية الثبوتية الخاصة برب الأسرة وجميع أفراد البطاقة وجميع أفرادها والبطاقة التموينية قبل البداء بعملية التقديم سادسا التأكد من إدخال معلومات صحيحة وتجنب استخدام أي معلومات وهمية أو معلومات شخص آخر أو إخفاء أي معلومات مطلوبة فذلك يعرض المتقدم إلى المحاسبة القانونية والعقوبات سابعا يقوم الموقع بحفظ كافة المعلومات المدخلة لتتم مراجعتها لاحقا وتدقيقها مع الجهات الحكومية لتحديد المستحقين وإرسال المنحة إليهم ثامنا يجب أن لا يكون أي من أفراد الأسرة من من يستلم راتبا من الحكومة مثلا موظف أو متقاعد أو مشمول بشبكة الحماية الاجتماعية أو يستلم أي راتب أو دخل آخر من الحكومة هنا نقطة مهمة جدا العوائل أي فرد من العائلة نفسها من كان الموظف أو متقاعد ما راح يشمل له هذه المنحة ولا راح يمطوه إياه واحتمال يصير هناك مساءلات قانونية حول هذا الموضوع تاسعا أن القيام بعملة التقديم يعني تعاهد المتعاهد بقراءة وفهم هذه التعليمات والموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالمنحة عشرا في نهاية العملية التقديم يتم تحديد رقم تعريفي خاص بكل طلب يتم الاحتفاظ بهذا الرقم وسيتم التواصل مع المستحقين قبل نهاية شهر نيسان وبعد إكمال عملية التلقيق والمصادقة لإرسال المنحة إليهم مثل ما قلت لكم بعد ما تخلص راح يجي كود تحتفظ به 11 بعد الانتهاء من عملية التقديم وظهور الرقم التعريفي يكون المتقدم قد أكمل المطلوب منه ولا حاجة للقيام بأي شيء إضافي إذا كانت هناك معلومات إضافية أو وثائق مطلوبة فسيتم التواصل مع المتقدم عن طريق رقم الهاتف المعرف هذه إحنا قرينا مختصر تفاصيل الخبر وتفاصيل الاستمارة الإلكترونية وشون تقدم عليها بالنسبة لمنحة طارئة للأسر المتضررة جراء الحضر التجوال وجراء انتشار الفيروس انت تريد تعرف التفاصيل تدخل على رابط المدونة الموجود أسفل الفيديو راح يطيك التفاصيل أكثر عن هذا الخبر وتؤكد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أن المنحة المالية مخصصة للأسر التي تمر بظروف مادية صعبة بسبب انتشار وباء وحضر التجوال وتأثر فرص العمل ولا تشمل الفئات التي تسلم رواتب أو أي دخل آخر من الحكومة ولا تشمل الميسورين الرجاء عدم التقديم من قبل غير المحتاجين المستحقين للمنحة فهناك منهم بحاجة ماسة وهم أولى من غيرهم رابط الاستمارة موجود أمامكم على رابط المدونة إن شاء الله راح أخذلكم ياها في أول تعليق وفي صندوق الوصف تحت الفيديو شكرا لكم لمتابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات والاشتراك بقناة التليجرام الموجود أسفل فيديو وتحياتي لكم أحمد الداودي شكرا لكم أخوتي وإلى اللقاء شكرا لكم 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 شكرا لكم